موسيقى 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 الفستو هو محصول يعني يعتبر عنا بزردنا أو براز زردنا ما هو محصول رئيسي لأنه بسبت أنه ما أصل له هو بنزرع عنا ثلاث سنوات أو أربعة وكان محصول تجربة بالنسبة لأنه زرنا الفستو بديل من غير أي زراعة يعني. بالنسبة للعوابق للفستو. الفستو أنه بحاجة لزراعة. الزراعة تبدو كون مثلا على مي يعني سطحي وليس على مي مثل عنا مي غميئة. بقل بدي زرع الفستو يعني بنصح أنا كأي مزارع بدي زرع الفستو. يا أما يكونوا على نهر أو على سائي. الفستو ثلاثة شهور أو أربعة شهور بالتحديد أربعة شهور يأكل مدة الزراعة. أخترت الفستو يعني طالع انتاج أفضل انتاج الفستو أفضل من غير نوعية. نسبة الزيادة حوالي 30% كانت سابقا 10 هكتارات. هاي السنة تقريبا حوالي 65 هكتار. يعني صار فيه إقبال من المزارعين على زراعة الفستق السوداني. الناس عبتقبل على زراعة الفستق السوداني لأنه يعني بالوقت الحالي صار محصول هو جيد يعني نوعا ما 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 بده خبرة زيادي بالزراعة ما بده أسمدي أو أدوي ما فيه أمراض. أخي من ناحية الفستو هذا يقولوا عليه فستو عبيب هذا ممتاز ويعني مطلوب في ناس تعتمد على وجفات تعريبة منه. يعني شون كان مثلا الفول حب الفول أو الحموص هذا ممتاز من زمام الأزل الناس تحب المواد هذه. وكان يجينا مثلا مسيح ضغط يجينا كان من الصين أو من مصر حب نامي. بس يعني طعمته مي مثل البلدي ودسمه يعني خفيف شوي. لكن البلدي ممتاز أكتر.